دكتور اكيد كالليك دور كبير انت يعني كنا اوف اير بنتكلم ان انت كنت متابع كريم من فترة كلمني انت تابعت كريم امت اول مرة شفت كريم كلمت اول مرة شفت كريم حوالي اربع سينة في المركز الزومبي لان احنا دايما تدريباتنا اتباكوا معهم اه يعني ما قبلهم او هم دي حدين بخلاصوا قابلينا او حين بيتدخلوا معنا يعني في التوقيت بتاعنا فطبعا بصفة ان احنا القفر دايما بتبقى عارف الاسماء والتشجيع بيبقى مباشر يعني حتى اذا كان كريم الدنيا ريبة يعني بنتفرع عليه بالله الاداء بتاعه او بتاعهم كمجموعة عمل وكمنتخب في ممتع جيد يعني فبتدت المتابعة هنا دبيل عبدالو دبيل مستوى كويس ابتدت من هنا تبن يعني اقول عازل مش عايز اقول صداقة بس ابتدت من هنا العلاقات تتضادت بيننا ومعد يعني اه نتابعه لان ارقام كويسة ابتدت اتكلم معي ابتدت اعرفه واعرفني فابتدت حتى امتابعة ايجابية قبل ما ينتقل النادي لان القطاع ده بالزاد ما كانش عن وجود عندنا بس احنا بقنا سنتين شارعه قطاع البراليمي طبعا بحاجة جيدة جدا اه يعني ان حضرتك برضو يعني والنادي الاهلي اكيد من وراءك ده يتعامك ان انت فتحت الاتجاه البراليمي بجوالنادي الاهلي اه اكيد طبعا دي كانت بداية لان طبعا كابتر محمود والمجلس وتحديدا في اللقاء اللي تم مع سيادة الرئيس محمود بهواشي بالزبط كان طلب ان هو يلعف النادي الاهلي فمن هنا جات الفكرة والقطاع ده تم الاتجاه لي وتضام بعض اللي عبين المميزين زي كريم وزي محمود ومحمود برضو ولد كويس جدا وممكن ان شاء الله يتصعد المنتخب ففعلا وعنين في الاخر بقى يعني برضو دي مصر يعني مدالية عزيزة علينا كلنا فحتى هم هم يعني هو بنسباله او بنسبالهم نقول ان النادي الاهلي كان حاجة يعني مفاجأة كبيرة ان احنا نضم العوقون الاهلي فالقطاعات وجدوا الحمد للقاطر الموجودين وبإذن الله بعد كده مدالية تيجي بإذن الله عشان نرى نستقبلهم بقى طبعا انا عايز اعرف بقى يعني اسمي كبير زي كابتن ياسر داود اسمي يعني يحلم الكثيرين من هما يعني يتكلموا معاك وينالوا اعجابه لما يجي يتكلم معاك وقولك تعال احنا محتاجينك في النادي الاهلي كلمني عن اللحظة دي ابتدت ازاي وانت حسيت بايه لما كلمك قالك النادي الاهلي حيزك طبعا زمان جدا من بيت نضمت للمعسكر المنتخب مصر بدايت التعرف عليه كان على كابتن ياسر كان في الملعب لان احنا كنا بنزل معادي التدريب في وقت تمرين النادي الاهلي فطبعا كان بمتعوجد في الملعب على طول فدايما كنت باشوفه تعرفت على الكابتن ياسر طبعا 2019 بعد ما رجعت من بطولة دبي دبي فزع فزع بدأت تتعرف على الكابتن ياسر طبعا ما قد نادي الاهلي طبعا كانت لعبة احنا ما كان شلنا لسه ان احنا نساهم فيه او نلعب فيه تمام فمن هنا جات بقى الفكرة فالموضوع طبعا طلبت ان انا العب اسوياء انا لعبت اسوياء سنتين بالزبط لعبت اسوياء كمان اه لعبت سنتين الحمد لله وانت منزل تحصيل رقم لان طبعا فيه اختلاف جامد وفيه فارق جامد بس انا الحمد لله طب ايه اللي خلاك تنزل في الاسوياء ايه النزول الاسوياء احتكاك شخصي واكتصاب سكة بالنفس ان انت لما تلعب جنب حدي اجمد منك فده بالنسبة لما تلعب في السبب بتاعك اللي هو الخاص بيه فبالنسبة لي انا اقوى من الجنب لان انا شايفت لعبتي معها اقوى من انا عايز اقولك انا بحييك انا عايزة خلينا اشروح بس لسالة المشاهدين كريم عمليه كريم طبعا هو لعب براليمبي عنده اعاقة وبيلعب طبعا وهذا طبيعي بالعكس اعاقته دي انا دي ما بقولي الاعاقة مش اعاقة بدانية ولكن الاعاقة بتبقى في الزهن قوله موحيدا يعني وهو انا بس خليه اشروح لحضراتكم هو بيلعب براليمبي نزل مباريات الاسوياء اللي ما عندهمش اعاقة ما حسش ان اعاقته تشينه ودايما زي ما حضراتكم شايفين بطل يعني معلش يعني عايزة الصورة تبقى عليه وانا بتكلم انه راجل رافع راسه فوق راجل مش زعلان ابدا انه يكون او متدايق انه عنده اعاقة بالعكس ده رافع راسه فوق نزل مع الاسوياء بيقولك انه كنت باجي بجنب الاسوياء اللي عارف انهم اقوى مني عشان لما انزل بعد كده مع الابطال البراليمبيين اكون انا اقدر اكسبهم بكل سورة حقيقا بحييك والله بحييك فعلا يبني وبحيي فيك رجلتك وبحيي فيك فكرك وخلينا اقول ان الاعاقة عمرها ما كانت عائق قدام حد من يبقى بطل طبعا تقول ايه لكل زميلك اللي عندهم اعاقة وعندهم حسب درجة الاعاقة طبعا الاعاقة مش اعاقة يعني حركيا سواء او جسمانيا من العكس احنا عندة احنا احنا زي انا زي اي حد طبعا فهمنا اوسع من اي حد طبعا لما بنحط في موقف بنعرف نتصرف بنعرف نتعامل وزي يوميكوى الموقف او كويس او سيئ بنعرف نتعامل احنا الحمد لله مفيش فرق بيننا وبين اي حد انا الحمد لله يعني فضل الله انا باي تكسب ناس من الأسوياء بكسب ناس مع ش currents حمد لله يعني تطويري في الرياضة أنا الحمد لله يعني بالنسبة للمستوى اللي أنا فيه دلوقتي أنا طبعا بحمد ربنا وبشكره جدا على المستوى اللي أنا فيه الحمد لله وفضل محافظ عليه إن شاء الله شكرا فطبعا باشك أحب باشكر كافتا ناسر جدا ايه على تسجيله لنادي الاهل وطبعا ده شرف كبير ليا جدا لانعب باسم النادي الاهلي طبعا نادي كبير وعظيم فالحمد لله يعني بلعب باسمه وإن شاء الله وبإذن الله كنح عندي حصن ظنهم وما بترجع باني سويف وانت لابس تشيرت الاهلي ولابس ترينيج الاهلي بيلولك ايه طبعا ده فخر اللي هي إن أنا بلعب في النادي الاخلي